إنها ليلة العرض استعداد مبكر يبديه المخرج الممثل جوهر تحضيراً لعرض سينمائي هنا في أربيل بإقليم كردستان العراق قرر جوهر تحويل منزله إلى دار عرض مصغر يدفعه حبه للسينما الكلاسيكية والحسارها في العراق قرر رجعت بالسويد رجعت بأنه ماكو سينما مو معقول مو معقول ماكو سينما فكرت بأن عندي هاي البيت حوالي 130 متر أفلشها القاتل الأرضي أسويها السينما وقاتل فوقاني قاتل ثاني أسويها البيتي للأطفالي أتمنعني أسوي هاي مثل هاي أكبر من هاي بجوه الولاية جوه الولاية يعني جوه المحافظة أفتح في السينما أفراد وجماعات يبدأ رواده بالتوافد لمشاهدة العرض السينمائي عرضان في الإسبوع ينتظرونه بشغف كما يقولون تمثل هذه الدار فسحة ترتبط بذاكرتهم بشكل وثيق نأتي إلى هنا بشكل أسبوعي لنشاهد الفيلم هذه الشاشة ترتبط بماضينا عندما كانت دور السينما تعمل هذه الدار ليست دار عرض فحسب بل هي ملتقى الفنانين والمثقفين لأربيل ثلاثة دور للسينما تحول بعضها إلى مخازنة وأهملة البقية في ظل مزاحمة دور العرض الحديثة التي باتت تمثل وجهة للجيل الجديد لما توفره من ميزات تتناسب والتطور الحاصل فيها رغم منافسة دور العرض الحديثة ذات الطراز والمضمون الغربي ثبت محاولات فردية غير يائسة لإنعاش السينما العراقية وعرض قضايا الشارع العراقي من خلال الفن السابع مصطفى سلمان المشهد أربيل